بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله نهاردة جايلكم بحلقة جميلة جدا جدا الحلقة دي انا عملتها مخصوص عشان خاطر بنوت عالسولة في سنوي هي الان دلوقتي خلصت خمسة طب تقريبا وقالت لي يا دكتورة فكرة اما قعدت معايا وانا في سنوي قلتي لي وصايا انا كتبتها وراكي وسجلتها بصوتك طبعا كان زمان تسجيلات على الوكمان حاجة زمان كده يعني وضلت اسمع فيها فبتقول لي لو تعملها لنا حلقة للبنات والصحباتي وانا كمان اقول لاخوات الصغيرين واسمع الوصايا دي الحلقة بتاعت النهار ده هدية لكل بنت لم يجي يقول لي وصي البنات اوصيكوا بايه وانصحكوا بايه اقولك اول حاجة ربعية النجاح اقرأي اقرأي في كل حاجة اقرأ شيء عن كل شيء اقرأي في كل حاجة طبعا احنا عندنا علوم شرعية القرآن وده ده ثابت ولكن اقرأي اقرأي في كل المجالات ثقافي نفسك تدبري يعني ايه تدبري يعني افهم اللي انت قرأتين وبك سواب يعني مش عابل اقرأت قرأت سبعمل 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 يوم ايش طلعت يوم بايه هزين التلخصات بتاعتهم تدبري تلت حاجة ومهمة جدا من ربعية النجاح اكتسبي مهارات اعملي دورات اكتسبي مهارات بعد كده اعملي بالتلاتة الاولانين بالقراءة والتدبر والمر افعلي بقى يلا خلي الجوارح تفع هولك على شوية تصويق ابي الله سبحانه وتعالى يا رب اشرح قلبك لي وتسمعيني بقلبك ودفاميني بعقلك اول حاجة اجعل نيتك من دراستك ووظفتك انك بتتعبدي ربنا سبحانه وتعالى فتكون الدراسة والوظيفة عبادة لله سبحانه وتعالى ده رقم واحد رقم اتنين اوعي وحذاري انك تشغلك الدراسة او الوظيفة عن طاعة ربنا او ان انا بعمل عشان رضى ربنا سبحانه وتعالى لا انا بعمل رضى ربنا والجنة وباخد بأسباب الدنيا تالت حاجة الحذاري بقى رفقات السوق يعني عارفين بقى المسبطات المحبطات اللي بيدوكي على الطريق الغلط لا المرقى بنتي على دين خليلي فالينظر احدكم من يخالي والصاحب ساحب فاختري شوفي مين لصاحباتك وريني صاحبتك مين اقولك انت مين اقول كده انت فين في مكانتك صحابك مين وشلتك مين ربنا حاجة اعلامي ان الدنيا ساعة ساعة بقى نكتهد فيها ونخليها كلها طاعة لله سبحانه وتعالى ومتخطيط بقى وتنظيم وهكذا ساعة صحيح ولكن محطوطة في مزان الحسنات سواء عمل دنيا او عمل اخر الاتنين مع بعض خمس وصية والصغالك احرصي على مصاحبة الصالحات تشبه بالصالحات ومصاحبتهم فيها فلاح يعني ليه لانك انتي عادة مع صاحبة صالحة عادة مع ناس ايجابية عادة مع ناس بتبحث وبتتعلم في النفس هتبقى زيهم يقولك يعني جور الشاطرين تبقى شاطر زيهم كمان وصية كمان اوصيك بيها احزاري الفضائيات والنت والواي فاي والشات والأبس والسكرول اللي عمال يتفتح على كل الأبس اللي موجود عالم كبير جدا وسلاح زوح الدين يعني اعرف بنات ما شاء الله الله بارك بياخدوا كل مواقع ودورات كورسيرة وكل أي حاجة نازلة دورات مجانية هم بياخدوها خد الصالح منها ملكي جواب الطالح وسأل لي ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظك ويحفظ قلبك وعقلك قولي امين فيش غواية ولا الكلام ده قولي امين سبع وصية ممكن اوصيك بيها الصلاة اول ما تسمع النداء قم الى الصلاة متى سمعت النداء ليه؟ راحة للقلب رحنا بها يا بلال عايزة شيء من ربنا عايزة شيء من الدنيا من اي شيء زبطي صلاتك وطلوبه من ربنا سبحانه وتعالى انا العبادة رقم واحد عندي الصلاة وبعد كده يأتي بعدها بظبط موعيدي وحالي ومذكرتي وجدولي وحتى مقابلاتي على الصلاة الصلاة على وقتها تمن وصية وصهالك يعني خليك حيية وخدي بصرك الحرام ماليش دعوي لو انتشر بقى بفوزة الناس ربنا سبحانه وتعالى ولو حصل استغفير ربنا سبحانه وتعالى تسع وصية وصهالك خليك في دراستك ووظيفتك مميزة التميز سهل يعني سهل ان احنا نوصل للقيمة لكن المحافظة عليها هي اللي صعب فدايما دايما انك تقوي نفسك بالدورات او بالعلم خلق علم عمل فيها بنتي يعني اقول ايه بس اقول ان انت شامة وعلامة للإسلام وللدين خلي سمتك وشعارك فيه نوع من انواع الحياة ولا تتبسطي في الحديث مع الجنس الاخر ابدا الاختلاط ده له امور وضابته الشرعية وانا ضد الاختلاط الا في الامور العادية الخاصة مثلا بدراسة او كذا او شغل ويبقى في جروب العمل او جروب الدراسة وشكرا على جنس مفيش خاص مفيش خاص دولة غرباء عنه ومتستصغريش الامر واسلا عادي والدنيا والدفعة لا 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 او الشغل لا 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 معظم النار رقم 11 لو سوكي بيها استفتحي يومك بنية نية طيبة لله عز وجل يا ربنا نويا خير ويا ربك كذا يا ربنا مش نويا زنوب النهار ده يا رب عيني يا ربنا ماش عايزة معاس عيني على التعاط يا رب يفتح لي الطرق يا رب كده لما عقد النية من اول النهار انك تجعلي عملك طول يومك طول يومك لله عز وجل ربنا بيكرمي فيه طاعة لله رسالة بعدها حاولي دايما تكوني مرتبة منظمة نظيفة ريتك حلوة طبعا يعني جوه البيت وبره البيت ما فيش عطر ولا الكلام ده ولكن حاولي تكوني مرتبة انا ما ادخل لغرفتك الله ده فيه بناتين ادخل البيت الله لا 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 ده البيت ده فيه بنات مش الشرف في حتة والدنيا في حتة لا لا الترتيب ذات نفسه بيخلي راحة للعين وراحة للقلب وغليك سعيدة عشان بس الناس المرتبة دي ناس منظمة وزي الفل يعني صلاحه انه دايما على وضوء وبيحفظ على وضوء الا مؤمن وهي حسن الوضوء ذات نفسه حسن وتحصين من ابليس ومن الشغطين وكذا لأته بقي قوية ده رأس سبحانه وتعالى يجعلنا من المؤمنين واياك وقوله امين رسالة بعديها الزامي اداب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مناهجه اذكر الصباح والمساء اذكر اليوم والليلة النوم واليقظة كلامك ذات نفسه احوالك ذات نفسية فيها ذكر لبسك شرب دخولك طلوعك سمتك سمتك فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله مندي محمديا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصية كمان نوصي بيها البنات اقرأ يا بنتي اقرأ القرآن فما زحم القرآن شيء الا بركة كل يوم لك جزء ولك ورد بتقرأ ايه ما يمرش عليك يوم وانتي هجر القرآن كرسة كرسة تحس انك انت عارفة انت كده لعارفة تتنفسي وهو بيبقى معفرد فعلا درسة فبحانه وتعالى يجعلنا من اهل القرآن وإياكم وصية اللي بعديها حاولي ان يبقى ما تقطعيش حاجة من الاوراد ليه لان الاوراد ذات انا اقصد اوراد اليه اسكار السباح والمساء واسكار اليوم والليل ليه حصن وزي ما بيقولك الوضوء حصن القرآن حصن البقرة حصن اسكار السباح والمساء اسكار الاحوال اليوم والليل حصن على الاقل تبقي متحصنة الوصية كمان للبنات يعني خليكي بنت خليكي انسة ترفعيه صوتك اكتر من قدامك اسمعوا يعني ايه الصوت العالي ده ولك لا احنا بيها ولا ده لا 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 ما بنراحة بالراحة ما ترفعيه صوتك اكتر من اللي السامع يحتاجه فيه ازاء وفيه سوق قدب وهي بنت البنت فيها ايه فيها انوسة وفيها رقة وفيها صوت ما بنتميلش في الصوت ولا بنخضع في القول ابدا ولكن على الاقل يكون صوت منخفض بصوت واطب لاش العالي ده بيزعك الوصية اللي بعديها يعني على الاقل لما بقولك خلي سمتك فيه اذكار النبع السلام وذكر احوال اليوم والليلة على الاقل ما تبدأيش عمل وهو ابطر لا سمي سمي قبل اي عمل ما خلي كل عمل بتبدأ اي عمل لا يبدأ باسم الله فهو عمل ابطر وقليل البركة لا نسمي الله اي حاجة بسم الله بسم الله استغفر الحمد لله يا رب ده يبقى سمت ده الكلام اللي طالع دي الفلتات اللي بتطلع من اللسان وطبعا لو القلب تشربها تطلع على اللسان كمان من الوسائق جميلة خلي كل كتاب بتقرأيه كل معلومة او انت حتى اشتركت في في جروبات بتاعة القراءة او الاستماع لمعلومات جديدة خليها معلومات تبقى ترفعك درجة يا ربا مش تهدم دينك مش تحارب ربك مش تهين رسولك وتقولك دي سالحضارة والحرية لا لا مالوش علاقة بالكلام ده خليكي حذرة من الكلام ده لان الناس لها طرق صراحة يعني ايه اولا في علم حقيقي وفي علم شرعي حقيقي والمعرفة الصحيحة خد يا من مصادرها مصادرها الشرعية والعلمية بلاش يعارفين احنا بنقول ايه اللي بيقولك بيدي معلومة هنا او مثلا معلومة صح وجوها ميت معلومة غلط بيقولك ايه قص الشيخ جوجل لا ده مش مصدر ده مش مصدر خلي مصدرك الحقيقيق ولكتب أمهات الكتب ما بصد كان فيه مين اللي قال والبحث اللي منشور ده هي هيئة بحسية بحسية علمية اللي نشرته هل الارقام دي ارقام صحيحة ولا هاي حاجة بتكتب عن نت ما تصدقيش الكلام ده وخدي العلم الصحيح من مصادر الشرعية والعلمية تمام بصي اللي بعد كده جاهدي نفسك بقى جاهدي نفسك ينوبك سواب بقى على الصلاة صلات الصلاة على وقتها النوافل اتنشر نفلة في اليوم يتبنى لك قصر في الجنة خلاص قيب قصر في الجنة يعني ايه اه يعني خلاص قريبة بقى قريبة من الفردوس وعليين والكلام ده ولما تبقي قريبة من ربنا وتتقربي إليه بالنوافل ايه يحبك اللي عز وجل فيكن سمعك الذي تسمعين به وبصرك الذي تبصرين به ويدك التي تبطشي بيها حلو تبقي قريبة من الله سبحانه ليه لإن أنا بعمل اللي بيحبه ربنا سبحانه فربنا يقربني له وصيها كمان وصيك اصبري اصبري اي ابتلاء او بلاء او داء او مرض او دنيا هي دنيا محط ابتلاء وكل ده علامين وتكفير خطايا مش ليه يا رب انت عملتلك اغسط تغفر الله لا يسأل عن ما يفعل هم يسألون هيك ما يعلمها الله يختبرني الله عز وجل يشوف هنجح ولا مش هنجح في الاختبار لكن اصبري على الابتلاء والابتلاءات والامراض والداء وهكذا رفع لو صبرت عليها من ضمن الوسائل جميلة اللي حب اقولها لك لا تحزني ليه لاني صغاية الشيطان عايز يحزني اوعي تحزني على حاجة ده دنيا والله كل الدنيا ده ما تيجي في الاخرى الا كربطة معزة كده شفتوا المربط بتاع الخرفان والمعيز في الدنيا هي كده الدنيا كلها في الاخرى كمربط كده مربط بيتربط فيه الغنم ولا عزو بالله مش عايزين دنيا تحزني على الدنيا ليه لا ولا هم ولا تفكير ولا زائلة زائلة معبر معبر للاخرى السعادة اللي بجد في قرب ربنا سبحانه وتعالى وفتعت ربنا سبحانه وتعالى وعند النظر بقى لله سبحانه وتعالى فوق في الجنة ان شاء الله قوله امين اوصيكي كمان ما تنسيش الزكر خليكي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عدى الله لهم ايه مغفرة واجر عظيم خير في الدنيا والاخرة كسرة الزكر يميزك الزكر الحاجة الوحيدة اللي ذكر فيها القسرة جعلنا الله وقياكم منها اوصيكي كمان احرسي ان دايما مخلي بالك الانسان يعني اروحنا او اكسدنا امانة عندنا فاحنا على طول خلي بالك من صحتك خلي بالك منك كل الكشف الدوري اللي بتعمل كل الستة الشهور التحليلات الدام شوف ايه عندك ايه تعالجه تداوع عبادة الله نص حديث النبي على السلام عشان المؤمن القوي خير واحبي لله من المؤمن الضعيف اوصيكي كمان وسيا جميلة قوي ايه رأيك ما تيجي تنوالي كده شرف الدعوة الى الله ايوه تتشرفي بالدعوة الى الله تدعو الى الله على بصيرة انا ومن التمن ومن احسن وقولا ممن دعا الى الله وسطي يعني الاعتدال مكانك في مدرسة ادعي ربنا بنلغي حديث عن النبي مكانك في الجامعة اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في شغل اتكلم عن ربنا الدعوة اربنا شرف ربنا بمنحوش ولا بيعطيه إلا للي بيحبه بس ويكفي إنها مهمة الأنبياء التبليغ وبلغ الناس عن الله عز وجل وسألي دايما ربنا يا بنت وإن يستعملك لدينه وإن ربنا يجعلك من الناس لتحدث الناس عن ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يستبدلنا يقولوا كده اللهم استعملنا صالحا ولا تستبدلنا اللهم أمين أوثقي كمان بلاش المجدلة كتير قلت المعلومة وقلت الحاجة الحققية اللي صدق صدق ما صدقش خلاص ما علينا إلا البلاغ ما تكسريش في الجدل أبدا أبدا لا الأصل الجدل دا لا يأتي والمراء دا لا يأتي بخير أبدا تجنابي الكلام قلت المعلومة وطريقة وحاولت إقناع جبت الوسائل واثنين وثلاثة شكرا صدق صدق ما صدقش خلاص لا نحسب على الأمر لكن نحسب على إيه بلغنا أو بلغنا يا رب كمان من ضمن الوصايا بلاش بقى إيه نطلع بره إطار بره إطار البناء دمين الرقيين وتبي إنسان رقيا فعلا تجنابي الغيبة يعني أنا أنا أخش مجتمع نساء غيبة واختي وشوفتي وعملتي وانت بس بس ما تتكلمش عليه شو هلو عاملة نفسها غيبة 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 وتجرح في العباد وغيبة ونميمة وأصلا دي يعني يعني جزاءها عند ربنا كرسة كرسة كبيرة بجد لا إن يرضى الله حتى يرضى العبد إن دي حقوق عباد لازم العبد الأول هو اللي يرضى فغفر لك ودخلت الجامل غفر لكيش خلاص يديك تخدي ياخد من حسناتك ما عندكيش يديك من سيئات فنستغفر لو حصل كده كمان أوسوك إنك تحذري قفت العشب أنا باخد وبعمل وبحضر وبحفظ كرآن وبروح وباجي وبعمل لا 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 الكبر ولا الرياء ولا الكلام ولا لا الناس لازم يمدحون استغفر الله استغفر الله كل الكلام ده عرض للدنيا ولا سناء ولا الكلام أهم حاجة تعرفي في أهل السماء أهم حاجة يشكر كله عز وجل وده اللي تبقي تسعيله دائم ابعدي واستغفر ربنا عن الكلام ده أوسوكي كمان نكتكتهدي في الانتفاع بالوقت وكل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وقت هو الحياة فأنا لما أحافظ على وقتي أحافظ على حياتي وإن كان لك حاجة فأوجز فيه قضاءه وعين أخيك وعين الآخر إنه هو كمان ينجز حك ونبقاش على الناس مصبتها تبوز الناس شغلها وهكذا كمان عايزين نتعلم طيب الكلام فن الردود لما بتكلم فتاه لازم يبقى كده إزاي تطلع الكلمة الحلوة إزاي بقى عندها فن الرد الحسن إزاي تكون مع الناس كالشجر الناس بتقذفها بالحجر فتهديهم قطية بالثمر هو كده فن الرد جمال الرد مش الدبش بقى الدبش ولك عشب نقول الحقيقة يعني يا ست ماشي مسي فيه اسلوب للقول أوسوكي كمان حاجة جميلة إنك تعيش مع اسماء الله الحسنى نحتاجه إحنا كنساء لازم نحتاج الاسم ده تعامل مع البشر وخزلان البشر ويعني ما شاء الله ليه لإن الله عز وجل لوحد هو المجازي لكل أعمالك هو اللي بيشكر لك فلا تنتظري بقى من حد ولا الكلام لا شكر من حد ولا الحاجات دي وإنتي أصلا ساعة تكوني أهم أحسنة للناس وكتير من الناس جدا يقوموا جايين نكرين الجميل وإنتي تحسني اليوم والصنع وهم يقوموا جايين محربينك على الأمر ده ويخزلوكي فالتعامل مع إسم الله الشكور يريحك مع أنك تكوني سبب في سعدتهم وسبب أنك أنت عملت لهم خير ولكنهم لا عايزين يكحدوكي أو أو يحزنوكي أو يقابلوا المعروف وجميل إحسان ده بنقران وهكذا الجميل ما تنتظريش الشكر من حد يكفيك الأجر من الله عز وجل الشكور هو ده يعطي المتحملين من أجله الصعب جزيل السواب أوصيكي كمان أنك تعمل دنياك كأنك تعيشي أبدا مدوش بقى أه بقى ونزهد فيه لا 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 وأعمل لأخير سي كأني أموت وغداء ده وصية سيدنا علي دايما أعمل لليوم اللي أنا هقابل فيه ربنا فتزود بقى تزود من الطق ومن الأعمال الصالحة ومن الجميع اللي هوسأل عنه ودايما عندي قناعة في اللي بيعطيني ربنا إياه كمان أوصيكي خليكي إيجابية خليكي واحدة بتشارك مشاركة فعالة إيجابية في المجتمع ومجتمع النسائي بتعميله في إيه بقى الشي السلبية والانطوئية وتعلمي ده مش عيد أوصيكي كمان بتهر القلب زي ما بنطهر الجاس لقولك خليكي حلوة ولبسك حلو وشارعي وجميل وتبقي سامة الإسلام جميل وتفرحي رسوله السلام بتقواك وعفتك وطهرتك وحجابك يوم القيامة كمان طهري قلبك طهري قلبك من الحقد من الغل من الحسد من الأمراض خلي قلبك دايما يسع الخير كل وكل إناء ينضح بما فيه والقلب هو وعائل مؤمن نشوف أنت همليه هتمليه بإيه؟ هملا بخير ما ينملأ وعائه بالخير وبالله سبحانه وتعالى فاضد لعاء دوت بكل الخير على اللسان وعالجوارح أوصيكي كمان انك تبتعد عن انك تكون متشددة قوي في الدين يعني بالراحة خليكي وسطية معتدلة طبعا بما يتوافق مع كتاب وسنة الرفق فموضع رفق في شيء لازم بالراحة مع نفسك قطوة بقطوة لحد لما تلاقي إيمانك قوي وتبتدي تبقى فعلا عندك خوة وشدة في الدين أوصيكي كمان بحاجة جميلة جدا اسمها الله سبحانه وتعالى اسمها الله الحسنة طبعا والدعاء بيها دسح وكمان التسبيح ما تبقى متضايقة يضيق صدرك بما يقولون ها فسبح بحمد ربك وكن من السجن كمان ايه الغرس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دواء شفاء للقلب بجد حتى لو انت مقروبة حتى لو انت حزينة وصدرك ضايق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يشرح الصدر أوصيكي لما تيجي تتكلمي مع الناس يعرفي إمتى تتكلمي وإمتى تقفي وإمتى تنسح بي وإمتى أقولي الكلمة وإمتى أقطم خلاص كلام ما بقاش له فايدة ده كلام ده مهارات وتعلميها مش عيب إن إحنا نتعلم أوصيكي كمان إنك تعبري عن رأيك ومعبر عن رأيي باللي صح بس أكون أعرف أعبر أنا فهم يعني إيه مربع المشاعر أنا فهم يعني إيه أعبر عن إيه اللي جوايا ده اللي جوايا ده هو الضيق ولا قلق ولا خوف ولا حوت إيه اللي جوايا؟ لا أعبر صح أوصيكي كمان إنك تنمي ذاتك دايما وتطوير ذاتك وإعرفي وشوفي التمييز بيجي إزاي وشوفي الدورات والمهارات وإسعي ما تبقيش محلك قدر المستطاع بما هو وسعك أوصيكي لو يبقى عندك هدف صممي عليه طالما هو هدف يرد الله سبحانه وتعالى خير دنيا وآخرة واستعيني بربنا وسأل ربنا يعينك وسأل ربنا يوفقك في هذا الأمر ويزللك العقبات ويبصرك دايب بس يعزيمي على بلغ الهدف أوصيكي إنك تستفيد من تجرب الماضي تجرب الماضي حتخليك تعرفت أيام أمورك الحالية صح تخططي صح ما تقعيش نفس الخطأ لا أتعلم منه وأخذ خطوة للأمان أوصيكي كمان إنك تركزي في مهمة واحدة عشان لما عارفين بقولك صاحب بلين كداب هنا وهنا 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 لا ركزي في حاجة وديها حقها ويدعم ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقك فيها كلمة كمان جميلة حطيها في ودانك وفي قلبك إن الدنيا دي يتمعبر للآخرة إحنا نجتهد فيها كما يحب الله ويرضى وندعو الله سبحانه وتعالى إنه يختم لنا فيها خاتمة السعادة عشان أوصل خاتمة السعادة دي فالمرء بيموت على ما عاش عليه عشت على إيه عشت على طاعة عشت على اكتهاد عشت على سعي عشت على أخذ بالأسباب يختم لك بالسعادة عزاكي دايما عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى وعندك ثقة في موعود ربنا وما تستصغرش نفسك وما دوش أنا لا 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 انت غنية بربنا سبحانه وتعالى انت قوية بإيمانك بربنا سبحانه وتعالى انت عزيزة بالإسلام وبدينك دايما دايما كده بأخلائك الله مبارك عليها بحجابك بعفتك بطهرتك بعملك كل الكلام ده حطيه قدامك انت غالية عند ربنا عايزاك تخلي بالك من نفسك وساوس النفس والشيطان والهوى والدنيا كلهم أعدائي كيف الخلاص وكلهم أعدائي كانت ده دعاء سيدنا علينا ولكن الخلاص من ربنا والاستعانة بربنا سبحانه وتعالى المعين اللي يعينك عايزاك دايما تمرسي يعني نوع من أنواع الرياضة ليك المشي حتى على الأقل ودي الرياضة البدن تعالي ما أقولك على رياضة القلب القيام المنجاة الزهد أزهد أزهد النعم لا تدوم يعني عايزاك ده يقوله ايه شوشنه فإن النعمة لا تدوم آه والواحد دايما يعود نفسه على إنه يحمد ربنا على الموجود ويحمد ربنا على الحال عشان ربنا يكرمنا دايما بوصيكي أنك تهتمي بأمر إخوانك المسلمات والمسلمين ادعي لهم وندعي أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهذه الأمرة لهذه الأمرة خير ورشد اللهم أمين خليكي دايما يعني ليكي كده ركنة في بيتك بتاعتك أدي ركنة الصلاة والدعاء القيام ركنة الكتب بتاعتك والله أنا أعرف من البنات اللي خدت مكتبتها معاها عند زوجها وكتبتها على ورقة عايزة أقوليني الكتب دية أنت مسؤول عنها وهي تورس وهتخلي بالك بقواها كذا عندها ركنة في قلب البيت دي عشان تعرف تقرأي في دينك وفي دنياكي وترتاحي هرتاح بس المهم تخلي الكراءة دي لأينا أول حاجة اقرأ أول حاجة نزلي يا تخيله بأم تقرأ لا تقرأ يعني عند الله سبحانه وتعالى يردنا يا رب للقراءة الحقيقية ونحن فعلا نكون أصحاب على الأقل فهم ولو قليل أوصيكي طبعا بالقرآن دايما القرآن معاكي يا مصحف يا في شنطتك يا في جيبك يا دايما منزلة على قل واحدة يعني إيه يعني إيه معاكي موبايل وعندك كل الابليكيشن ومش معاكي ابليكيشن للقرآن يعني أو التفسير يعني إزاي يعني جي في أي وقت مواصلات وقت فاضي ما بين المحاضرات ما بين الشر إقرأي يا بنتي القرآن إقرأي خلي القرآن يديكي بركته عايزة أحذرك من حاجة اوعي تكوني إمعا ناس تقولك من هنا عملي تعملي آقاف آقاف لا لا خلي إنتي ليكي شخصية متميزة منفردة بذاتك بلاش تكوني متابعة للآخرين لا خليك إنتي فهم الصح فهمها لا خليك إنتي القيدة وتقودي الناس للخير عايزك تخلي بالك من أفكارك وقبل ما تعرض الفكرة رتبيها عن نفسك كده وشوفي إيه الأولويات إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش إيه اللي من أفكاري محتاج أنه هو يتصحح وإيه اللي من أفكاري لا أنا اعتبر مبدأ أثبت عليه أحذرك من حاجة اسمها التسويف إياكي والتسويف أبدا بصوا دي الحصرة في الدنيا وفي الآخرى التسويف ده عايزة أقولك ضياء ضياء فعلا لحياتك عارفة هو التعجيز الحقيقي للإنجاز اللي ممكن تعملين أهلي سوف أكثر الناس حصرة يوم القيام عايزة أقولك حسني من سلوكياتك دايما وراجعي دايما إيه اللي عندي صح وإيه اللي غلط إيه اللي ممكن يتعمل إيه اللي ممكن ما يتعملش هليكي شجاعة في الأمور دي وحاولي دايما أغير نفسي للأحسن ودايمة عندي تقييم لنفسي وحاسب نفسي إيه الأفضل وإيه الأفضل عشان تطلعي بوسكي بجمال اللسان زي ما بوسكي بجمال المظهر الخارج والداخل القلب تقوى القلب وجمال اللسان يتودك في المهال وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إيه اللي حصائد ألسنتهم دايما نحرص على أسباب الصحة النفسية وأسباب الصحة الجسدية مهم جدا ليه لزي ما قلت لك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضائم عايزة فكرك دايما رايح للتفكر تفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الكرآنية أتفكر في اللي حوالي في أفعال ربنا سبحانه وتعالى هكون شاكر لسانا زاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وعايز حال أنك تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى شاكر لأنعم الله وقليل من عبادي يا الشكر لما شوف النعم هشكر عليه خليك دايما متوضية دايما عليك على وضوء الوضوء طهارة آه للبدن الخارجي واستشعر مع الوضوء طهارة القلب باطنا وظاهرا هو ده اللي احنا محتاجين عايزك برضو تكوني واقعية بلاش الأحلام العالية أول نرفع سقف التوقعات لا خلينا واقعية وخلينا باللي موجود والمتاح وأبني عليه ليه عشان أمشي في الخطوات الأخذ بالأسباب عايزك منفتحة على صحباتك جديدي علاقاتك مع البنات جديدي علاقاتك مع اللي حواليك من البنات خليك مؤسرة شامة كده وعلامة للصلاح والإصلاح خليك قدوة بسلوكك وأخلاقك وإيجابياتك بسمتك بروحك أنك انت ما شاء الله قوم من القوم العمليون أيوة أنا من القوم العمليون بقول وبفعل اللي بيعمل حتى أخطر مما يقول عايزة ترقق في قلبك يروح وروح وزوره للمستشفات وهاتي حد من المحارب معاك وزوره المقابر ولو مر حتى كل فترة جدا ترقق القلب عشان أعرف أنه عمل لنا فيه عاملة إزاي أحسن علاقتي بربنا بعد أن مرجع بالزيارة ده شيء أساسي عايزين نخلي التفكر في حياتنا ونوسع حدقة عينينا بدل إحنا قاعدين كده في جدران 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 نطلع بره نطلع بره حدائق مساحات واسعة شوفي جمال الطبيعة شوفي ساعة العين وساع عينك بالسماء نظر للسماء والبحر والمناظر الطبيعية قولي الحمد لله الله اللطيف الله اللطيف بس اللي بيلطف لا الله جميل يحب الجمال البديع في ناس وأماكن بنشوفها تطلع عليها شمس وشرق وغروب ومزرهاش حد مدى جمال وبداعت وروعت الخلق مين اللي يشوف مش مهم هو البديع شفت أو ما شفتش الله سبحانه وتعالى ده من التفكر أنا عايز أقولك إن ده الجزء الأول من الوصائل تابعيني في الجزء الثاني بس على الأقل اسمعي الفيديو ده واتمره واثنين وثلاثة وشغاليه عندك عشان تحفظي وتعملي بي الله سبحانه وتعالى يجعلكم صالحات اللهم أمين ودومتم بخير